السلام عليكم جميعاً بشكركم طبعاً على الحضور وبشكر دكتور طلعت على مفئة النوع شرفنا النهاردة إن شاء الله المحاضرة النهاردة هتبقى عن Reach Before You Teach Essential Competences for Educators فالمفروض الحاجات أو المتيري التي تبقى كفرد هي النقاط الآتية ما هو التعليم والتعلم كيفية التواصل بنجاح مع طلابك وفي الآخر دكتور طلعت يتكلم عن الكفاءات المهنية السبعة يجب انتلكها أو يجب لكل معلم انتلكها الدكتور طلعت باشا هو مدير معهد اللغة العربية في القولية الإسلامية في جامعة شيكاو بيحمل دركة الدكتوراه في linguistics من جامعة يوتا هو مستشار تعليمي في المناهج والتعليم أيضاً هو مدرب معتمد في أنواع الشخصيات واللاقة الذهنية وهو أيضاً مدرب معتمد في الأسفات الأولية النفسية مؤسس أكاديمية باشا للاستشارات والتدريب وتقدم خدمات التدريب الحياتي والتنفيذي وتسهيل ورش العمل للنمو الشخصي والمهني بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله يا رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين ونصلي ونسلم على خاتم الأنبياء والمفسدين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن التبعه بإحسان إلى يوم الدين باختصار شديد جداً اللي عاوز يسمع الكلمتين دول ومسلاً ومش يقدر يكمل يمكن يسمع الكلمتين دول كلمتين بالزبط في الألماندية وما أنك لا تستطيع أن تدرس أي طالب من الطلاب لا تستطيع أن تصل إلى قلب وعقل ونفس أي واحد وطالب أو أي شخص ما يعني أنت أو شخص ما أمامك كونه طالب كانوا ابنك كانوا أبوك كانوا صديقك كانوا زوج كانوا زوجك أي شخص الثاني لا تستطيع أن تصل له توصل له رسالة ذات معنى وذات تأثير إلا إلا أن تكون قد وصلت إلى قلبه ونفسه من قبل صار شديد والتعليم لا ينفك عن هذه فإن شاء الله نحن عرضاً نكلم عن الكفايات الأساسية لأي مربي كلمة إيديكيتر مش مدرس بقى هي مربي الكلمة الجميلة للترجمة الأساسية هي كلمة مربي أن التربية هنشوف في الوقت يعني إيه تعليم ويعني إيه تدريس بتشمل أب والأم وبتشمل المعلمين المدرسة وبتشمل الأطفال أو الأولاد دول الثلاثي اللي بيتكون المجتمع اللي إحنا عاشين فيه الأسرة تكون من أب وأم وأولاد والأولاد بيروح المدرسة أو مصدر خارجي بيعلمهم فلازم أن التلاتة الدول اللي إحنا نتمي بهم فبفضل الله الحمد لله أختي تدريبات معتمدة في أشياء عديدة ملخصة إنها بتؤهلني بتقديم دورات خاصة بالثلاثي أو المكون الثلاثي أو المكون ذي الأبعاد الثلاثية اللي إنتوا شايفينه من خطط وليه ده كله أولا عشان إنسان يؤدي ما يجب عليه أن يؤدي بكفاءة المسلم طبعا معروف إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه فعشان تتقنه لازم أنت كشخص من جوة يكون عندك مؤهلات وكفايات الإتقان مش ممكن تتقن شيء وأنت ما عندكش الكفايات اللي هنتكلم معنا من هذا أنت ممكن تتقن شيء لكن ممكن يتعبك نفسيا يعني تكون بيتقن شيء يتعبك نفسيا فمثل هذه التدريبات بتخليك تتقن الشيء على الأحساب ما يكون إن شاء الله على الأفضل ما تستطيع وأيضا تحيا حياة نفسية سليمة يمكن واحد يتقن بس بيبقى عالي عبق نفس لا هذه التدريبات الهدف منها إن الإنسان يستطيع إن شاء الله بيحاول أن يتقن ما يعملهم ولكن وهو في نفسية مستريحة وأيضا في تطوير وتنمية وإيجاد علاقات صحية وإيجابية كلمة علاقات في المسلس اللي إحنا علاقات في العلاقات مع الأبوين علاقات مع الأبناء علاقات مع المتصف اليوم إن شاء الله بعوني الله وحاوليه قواتي نتكلم فبنتكلم الغرض أو الهدف الأساسي من من الحياة بعد كده نتكلم عن التربية ما هي التربية التربية ما هي إلا تعليم وتعلم تعليم وتعلم واحد بيتعلم واحد بيعلم والتاني بيتعلم منه التالتة الكفايات كفايات المعلمين والربعة اللي هي تبقى المحاضرة جاهة إن شاء الله اللي هي التربية النبوية التربية النبوية يعني ترائق التربية والتعليم وارسال الرسائل واستجابة الرسائل وخلق المواقف التعليمية. اه من السيرة النبوية. تطبيقات عملية سهلة وبسيطة وجميلة ورائعة وكل ما توصلت اليه التربية في العصر الهديث لا يعني لا يعني ايه? لا يمثل شيء بجانب التربية النبوية اللي في بساطتها وفي نفس الوقت في ايه? في شموليتها. فان شاء الله بناخد محاضرة جميلة 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 ان شاء الله ان شاء الله المرة الجاية عن الهدي النبوية. لكن كمقدمة لازم عشان ندخل على الهدي النبوية ولازم نعرف اساسيات التربية والتعليم اللي هو اصلا هيقودنا الى عملية التغيير اللي هي كلنا او العاملين في مجال التنمية البشرية او تنمية الناس وتنمية حياة الناس وتنمية حياتنا اه الهدف الاساسي تغيير حياتنا الافضل. اه اه زي ما انتم شيفين حضرتك كده طبعا هو ده بنعمله لما يكون في استجابة طبعا لو عملنا عن طريق العملنات الوقتي الانترنت هنا سريع وهنا بطيء فالاستجابة هتكون ايه هتكون اه يعني هيكون فيها تضيع للوقت اكتر لكن اه كبداية سريعة كده. النشاط اللي انتم شايفين حضرتك قدامكم ده. هنا انا عاوز نمشي افقيا مش طوليا افقيا يعني يعني بالصف مش بالعمود. في ثلاث كلمات موجودين قدامكم في كل في كل صف. اه هنمشي من اليمين لشمال مش هتفرق. يمين شمال شمال يمين مش هتفرق. بس انا عاوزك تقول اسم اللون مش يعني سيدة كالر. يعني تقول اسم اللون الكلمة مش مش الكلمة ذات نفسها. مش تقرأ الكلمة. فحاول تقولها كده. وطبع انا عاوزين نسمع حد لكن لكن اه في الغالب. حلنا نلفز النشاط. وطبعا لما يكون اه. اللي ازا حد يتطوع سريعا كده يقول لنا الصف الاولاني من الشمال لليمين مسلا. او من يمين للشمال. خلا من يمين الشمال بينا احنا بالكلم عربي تلوقتي. اقرأ او قولي اللون مش الكلمة. ممكن حد يسأل. بس بسرعة. ايو. ممكن انا خطوة. خطر يلا. اللون مش الكلمة. اللون مسلا من اليمين للشمال. اصفر. ازرق اخضر. ازرق اخضر. اللي بعدها? اللي بعده اخضر. احمر اصمر. طيب اللي بعدها? اصمر اصمر اصفر. لو انا كتبت الكلمات دي كتبتها كتبتها قلت لك اقرأ الكلمات هتقول لي بلاك جرين اورنج جيت بلو ييلو هتبقى النسبة النسبة اسرع. في مرات بيبقى الواحد بلاك وعدين يقول يالو. الفكرة او النقطة اللي انا عاوز اوضحها. التي اريد ان اوضحها من خلف هذا. ان ليه لما الكلمة قدامه ارى لو انا صلبت من حضراتك تقرأ الكلمة. بلاك جرينج اورنج ريد بلو يالو جرين ريد بلاك. خلاص انتهت. لكن لما بقرأ اللون ان اللون اللغة في الجزء الايسر واللون في الجزء الايمن من المخ. فطبعا ما بين العمليات الدماغية ما بين النصف الايمن والنصف الايسر في المخ. هو اللي بياخد بلاك او يالو. بياخد من ال. لانك انت بتقوم بوظفتين. في وظفتين بيتنازعوا المخ في وقت واحد. وده بهم. دلالته ايه في العملية التعليمية? ان انت بتستفيد من الابحاث او من. مش لازم ان تكون على دراية يعني انك متخصص في علوم الاعصاب المبقية وازاي المعلمون بتنتقل في وفي الخلايا العصبية. لا بس هي الاستغل المخ في ايه? في اثارة اثارة الخلايا المخية وجعلها مستعدة للتعليم. ده دور المعلم والمربي والاب والامة وكل واحد في مسؤول عن عن تعليم وعن تعليم شخص امامه. استثارة المخ بحيس يجعله ايه قادر على والاستثارة دي لها اساليب وليها ادوات. خليل قدامك. يعني واحنا كلنا كلنا ما شاء الله كلنا كده ما شاء الله الله. يا كاترة وهندسين وقسات زوت الله. اه اه مرنا بمراحل اه خطبة مسلا حتى اه بسوف خطبة الجمعة. ممكن حضرنا خطبة جمعة بتلاقي عينة يعني حتى مش عاوز تلمش مش عاوز تلمش من من كتر الايه? ان انت يعني مش مهتمة بس ده انت مهتم ومنهمك ومن ومن دامج مع مع اللي بيقوله. فهنا الخطيب اللي عمله الحقيقة ان سواء بالموضوع او بالطريقة حاجتين هم يمكن يجذبك بالموضوع اللي بيقوله وطريقة عرضه. الاتنين دول بيخالبوا الواحد بيفرزوا او بيجعلوا افراز مادة كيميائية تجعل المغفر في حالة تربص. وتربص هنا بمعنى معناها الاجابة ان واحد يعني متربص يعني ايه? متوقع ومنتظر ومستني. الخطيب هيقول. والغاية ما انت الخطبة يقول لي يا ده ده خلص معقولة خلص. في خطبة في درس في حديث. وممكن واحد تاني من اول ما يقول الحمد للار بالعالمين والسرات والسرات والسرات. لاما ايه? لاما الموضوع اللي بيتركه او طريقة تركه الموضوع او الاداء او الوسيلة او الطريقة اللي بيقدم بها الموضوع. يبقى المخ عامل اساسي جدا في العملية التعليمية. عشان تأدي رسالتك وتصل لطلابك يجب ان انت تستثير الخلايا العصبية اللي عندها. ان شاء الله يعني نأمل من الله عز وجل ان معنى هاية اللقاء بتاع النهاردة. نستطيع نقول معنى ايه تعليم? ويعني ايه تدريس? تعلم عفوة. تعليم وتعلم. يعني ايه تعليم وتعلم? نستطيع ان احنا نحدد ونقول ونشرح الكفايات المعلمة. كفايات المعلمة. نستطيع ان احنا دي بقى المحاضرة الجاية ان شاء الله. بعد المحاضرة الجاية ان شاء الله بعوني وحاولي وقواتك. نستطيع ان احنا نقول او نشرح الوسائل التعليمية من الهادي النبوي والترائق والاستراتيجيات التعليمية من الهادي النبوي. الله عز وجل بيقول في صورة الزياريات بعد عوضه الله من الشيطان والجين وما خلقت الجن والانسا الا ليعبدوا. فتذكير بان اي 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 فعل اي عمل نقوم به اي عمل نقوم به ما هو الا او يجب ان يكون في طور او في شكل او في اطار عبادة الله عز وجل ومنها التربية والعلماء ورثة الانبياء والمعلمين ورثة الانبياء وكل من يؤذي رسالة فهو ورثة النبي صلى الله عليه وسلم. فبمعنى كده ان ما هو ما يعني ما هو الغرض ما هي العبادة. العبادة هي ان تدعو غيرك. ان تساعد غيرك. ان تعلم غيرك. ان تدرب غيرك على ان يكون عبدالله. فالتعليم في المدرسة الاسلامية سوى بتعلم عربي او قرآن او دراسة الاسلامية او ماث رياضيات او علوم اي اي مكان. يجب ان انت الاطار العام اللي بيشمل ده هو ان تساعد الاخري على ان يعبدوا الله عز وجل. تدعوهم تساعدهم خدائي. فهذه المحاضرة اليوم لا تنفك عن هذا المعنى. المحاضرة بتاعت اليوم هي نسأل الله عز وجل ان تكون تساعدني وساعدكم وساعد اطفالكم وطلابكم على ان نكون عبادة لله عز وجل. لكي نكون من الفالحين. لكي ندرك طريق الفلاح. النجاح والفلاح. النجاح. يعني ايه فلاح يعني ايه? يعني ايه الفلاح اللي هو ايه? بالمنظور القرآني. الله عز وجل بيقول في اية واحدة بنشرح فيها معنى الفلاح. في سورة الاسراء. في سورة الاسراء. الاية رقم سبعتاشر. الله عز وجل بيقول ومن ارد الاخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فاليك كان سعيهم مشهورة. الاية ده لقصت الطريق الفلاح. في الشكل اللي جاي طبعا هدي ترجمة. الشكل اللي جاي ده هيوضح لنا ايه? الاية ايه؟ ايه? ايه? الاية ايه? ومن ارد الاخرة? جزء. وبعدين سعى لا سعيها? جزء التاني. وهو مؤمن? جزء التالت. فاليك كان سعيهم مشهورة? الجزء الاردي. يعني ايه? كلام ده. ارادة. مما هي الارادة يعني عنده رغبة عنده رغبة وحافز ودافع داخلي لان يدرك ويريد ويحقق الاخر. يبقى انا عندي نازع جوا. طب النازع ده موجود لكن ما فيش عمل. لا. ربنا اقول وسعى لا سعى. ممكن يكون النازع موجود بس ما فيش عمل. ممكن يكون النازع موجود والرغبة موجود اه نفسي بالجنب. نفسي بس. لكن ليس هناك وسعى لا. ربنا ما فيش سعية هيكون يعني دايملا العمل بيكون له نازع داخلي منا. يعني ما فيش حد بيعمل عمل الا بيكون في نازع. يعني جيه نازع من داخله. او موتيب. ان هموا يعملوا الحاجة للآور. وسعى لها سعيها. وسعى لها سعياها. خلي بلّك الها هنا في لها وسعى يعني الهدف واحد. واحد سعى لها ساعيةها. الو الوهاد. ممكن يسعى. بس مش سعى يسعى سعى ما يقدش للطريق. والله عز وجل يقول لك انت عاوز الاخرة. الاخرة لها طريق معين ومحدد. فاسع لها سعيات. ولازم انت تسع لها سعيات تتحقق بايه بصفة الايمان? ده الايه? يعني عندك رغبة داخلية. عندك خطة واضحة. خطة خطة وضعت خطة. هصلي كده. هعمل كده. هزكي كده. هادرب نفسي على كده. على الصبر. على النوافل. على عيادة المرضى. على خدمة المتاجين. على على اكتب 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 اكتب. هو ده السعي. ولازم انت في خلال السعي ده. انا ارجو وجه ربك. وارجو الاخرة. هو ده يعني انت بتعمله وانت مدرك وعلى دراية انت بتعمل كده ليه? لانك تريد الاخر. الاخرة والسعي وهو مؤمن. فطبعا بيحقق النتيجة بازن الله عز وجل هذا هو الفلاح. ماشي? النجاح والفلاح في التدريس نفس الشيء. انت تريد ان اصل للطلاب. اريد انه طلاب يحبوني ويسمعوا مني. ويتعلموا مني. ولما قولي الكلام كده يعني اعتبر المربي يبصي لي كده حاجة كده. مجمل جدا. يبقى انت عندك ارادة. هل سعيت لا سعية? من ضمن السعي حضور مثل هدير محاضرات. حضور مثل هدير تطريبات. قراءت كتاب يساعدك على او يساعدك على تحقيق اكتساب المهارات والكفاية. انا عاوز انا بقى يعني اخوتي واخواتي الامر مهم جدا جدا جدا. او جدا جدا جدا. اه وهو ان اه يعني التغيير المستدام. التغيير المستدام حسب الدراسات والابحاث بيقولوا انه عشرين في المية علم ومعرفة. يعني شوف عشرين في المية وتمانين في المية يعني اللي بدي كده يبدي كده. عشرين في المية علم ومعرفة وتمانين في المية ايه? تمانين في المية عمل وتجريب. وتعمل. تنجح مثلا مية في المية. تنجح تمانين في المية. تنجح سبعين في المية. لا يبقى العلم ده انها هعمله النهاردة ايه افكر او اي حد يفكر ان بعد من حضر النهاردة هيبقى احسن مدارس في الدنيا ولا. ده عشرين في المية من المطلوب. اما الايه اللي بعد كده? بتبدأ تاخد خطوات عملية. والنهاردة برضه عشان اكون يعني بيسموها عشان يعني اكون في اطار التوقعات بتاعت حضراتكم. النهاردة بنقدم بعض الاشياء اللي هناخدها بعد كده ان شاء الله زي يصل لنا. وكل ممكن كل نقطة نعمل لها تدريب. والتدريب ده حضرتك بتاخده بقى وبتطبقه. بتطبقه يعني انا ما بسمع الخطيب بيتكلم عن الصبر. او يتكلم عن قيام الليل. جميل انا بقى مبصر حاجة جميلة جدا بقيم الليل والصبر. ده عشرين في المية. الجمال اللي انت حسيت بدي عشرين في المية معنية التغير. التغير الحقيقي بيقوم لما تيجي العشاء تنام او تقدر. بتيجي العشاء ونمت وقومت تاني بالليل او بعد العشاء مباشرة تربط توضيت. ومسكت نفسك ودفعت نفسك. وجيت على نفسك انك تصلي ركعتين قيم الليل. ده تغيير الحقيقي بيبدأ من هنا. انت تبدأ الاول ركعتين خفيف متين. كله والله واحد ولا ابدا. بعد جدا ممكن توصل بعد ايه. ما انتش عاوز يعني اين تخلص قيم الليل. هذا اول تدريب تدريب المستدام عشرين في المية معلومات. وتمانين في المية ممارسة. ممارسة. لا يعني عمر التغيير ما بيجي بان انا قريب كتاب او سمعتم حضرة عمره عمره عمره. لازم فيه انا بعمل. وزا انا يعني بحس ان انا مش هادرة. وانا بعمل آآ لا استطيع ان يعني استمر مدة طويلة. ممكن انا احتاج حد ايه? يشرف علي اللي هو المدرب او المربي او يعني. بسم الله. ما هو التعليم? ما هو التدريس? تدريس? يعني. سريعا ممكن حد يقول لي يعني ايه تدريس? يعني اللي يجي على دماء يعني مش لا لا انتظر اتوقع اجابة معينة يعني. انت بتدرس? ما يعني ايه? انا عملت ايه تلوقتي? اللي انا بعمل التدريس ده هو ايه? توصيل المعلومة. جميل. يعني توصيل المعلومة. انا عندي معلومة بحب اوصل ايه اوصلها ليه? صحيح صحيح. فهو التدريس هو القيام القيام ببعض الاعمال الاخلاقية. اخلاقية بمعنى انها ملتزمة بمبادئ وقيم معينة. يعني انا لما بقوم في انا واقف في في الصف فانا في الصف ده بقى اقوم بقى ادي انشطة هذه الانشطة يجب انها تكون داخل اطار المتفق عليه في قيم المدرسة الانشطة اسلامية. بخلص قيم دي والانشطة دي بتؤدي اه او بتلتزم او في اطار ايه? في اطار القيم الاسلامية. فالقيام القيام بانشطة او اعمال او واجبات اخلاقية او يعني واجبات او انشطة بنية احداث التغيير. بنية احداث التعليم. بنية ان الشخص اللي امامي قبل اللحظة اللي انا بتواصل معا فيها لم يكن يعرف هذا الان يعرف. لم يكن يدرك هذا الان يدرك. لم يكن يتمكن من هذا الان يتمكن. عشان كده المعلم لما بيروح للطلاب هم حافظين صورة العصر. اما انا ايه محضر النهاردة ايه? انا محضر صورة العصر. مسلا. ايه? ايه? وانا عارف واختبرتهم لقيته كل ما اسأل سؤال انا يا استاذ. كل ما اسأل سؤال انا يا استاذ. يعني انت جايتي درس في المتدرس ما هو الريدي ما هو عاد. عشان كده لما يكون التدريس باحداث احداث احداث نوع من التعليم الجديد. احداث نوع من التعليم اللي الطالب ما كانش يعرف. عشان كده المعلم اهم حاجة. يعني من الانشطة الاساسية في كل حصة. ان هو لما بيروح بيختبر المعلومات السابقة. عشان يقدر يبني. يبني عليه. عشان حتى الدرس بتاعه ما يكونش مميل. لان هو بيدرس في المتدرس. وبيعرف في المتعرق في المعروف. فما هيبقى بتاعه التدريس. عشان تقول انا قمت مع عملية التدريس. اي طلاب يعرفوا. ما لم يكن يعرفوا من قبل هذه الحصة او هالدرس. تعلموا ما لم يكن يتعلموه. قادرين اكتسبوا مهارة لم يكنوا يكتسبوها. يعني مسلا واحد بيتعلمي لهم. جي الدرس ها. النهاردة مفروض ايه? يعرف يعمل الحركات اللي هي البسيطة. ما كانش تنزلوا في المياه خاف. هيموت. هيموت. طلعوني طلعوني. بعد خمسين دقيقة. بعد ساعة النهاردة. ده الدرس بتاع النهاردة. مش الله. شفته النهاردة. اه. شف. كان جاي ازاي? وبقى ازاي? يبقى هنا عملية التغيير ايه? حصر. ده التعليم. ده التدريس. طيب. ايه هو التعليم بقى? عفوا. التاني ده التعلم. تاني انك بتدرس. بتدرس. طيب. هل الطلاب يتعلموا ولا لا? اه. التعلم. التعليم. نقل الخبرة. التعلم هو ايه بقى? التعلم هو ان الطالب الذي عندي. هناك نوع من التغيير الدائم. خلي بالك من كلمة دي. نوع من التغيير الدائم. لان طالما انا بعلمه بعلمه يعني معلومة لماذا هيستخدمه? خلص واحد واحد بيساوي اتنين. الطفل هو في الكيرجي بيتعلم كده او متبر سانه اربع خمس سنين تلات سنين اكتر اقل. اتعلم ان اه لما تشيل دي يوصل مثلا يعني زراع القوة والمقاومة واللي والحاجات اللي ايه? في الماث او في فيسيكس او في الكيمستري او في القرآن او الغنى او مخارج الحروف ومخارج الاسوات. مكانش عارف بقى عارف. طب عارف النهاردة وبعد النيس بكرة لا انا بعلمه علشان كده طريقة التدريس مهمة جدا لان من طريقة التدريس يستطيع ان احنا نقول او نتوقع ان التعليم ده يعني دائم. وده اللي احداثه رسول الله السلام في التعليم ان مهما كان بيعلم بيعلم الدرس بطريقة يستثير بها المخ بحيث ان المادة الكيميائية التي تفرس في المخ بتثبك المعلومة دي لك عمر ما نساه. عمر ما? يعني ليه? لان الموقف اتبط بيه. يعني شو? يعني تفاعل الموقف اللي قدامك بتفعلك الداخلي وحضورك الذهني. فاحدث نوع من التغيير الدائم في المعلومات او في السلوك. في المعلومات او في السلوك. وده اهم حاجة في التعليم. يعني تلما تلاقي. يعني مثلا في مدرسة ادوكم مثال. في مدرسة اسلامية. يا سلام. النظافة من الايمان. النظافة من الايمان. وكحدث عن النظافة واسبوع النظافة وقيم ونتعلم نظافة. بعد ان يدخل المدرسة تلاقي الصف بعد ما الطلاب خربوا. تلاقي الصف ما شاء الله يعني. يعني بين وبين النظافة يعني آآ جاب او فرق ماشي. اذا في هنا هو تعلمه صحيح. لكن مفيش السلوكيات. احنا عظيم السلوكيات دي. ليه ما احدثي السلوك ده? يبقى فيه خلل في طريق التعليم. في خلل في طريق التعليم. وديه خلل في طريق التعليم. يبقى فيه خلل فيه في التعليم. دي النوطة دي نظرية لكنها مهمة علشان نفهم ليه التغيير ما بيحصلش. ليه انا عمان اقول له صلي. عمان اقول لها مش عارب اعمال اقول لهم قلت لهم كم مرة قلت لهم كم مرة المحتوى لكن الطريقة والاستثارة ما ركنتش في المخ ما جاهزش المخ عشان يطل فيه او او المخ جاهز بس الطريقة اللي احنا بنوصل بها ده التعليم وايه والتعلم يبقى عندنا هنا اه اخسارة التعلم بيحصل امتى اللي احنا التغيير المنشود لما بنلاقي يعني تغير دائم في شخصية الانسان اه في في المعلومات اللي عنده ما كانتش بيعرف مسلا انواع الحديث الضعيف والحسن والصحيح دلوقتي بقى عارف وبيبتلو حديث بعر مسلا ندرس مسلا درس عن الهبة كانتش عارف يعني ايه عرفنا الهبة وعطينا مثال عليها وعطينا امثلة تدل عليها وامثلة لا تدل عليها بحيث اني ضريع يعني ودينا دلوم مسال او او مسألة قام فلان بكذا بكذا وقال له اعطيك هذه السيارة مقابل ان اه تعطيني بيتك مقابل لها فهل هذه هبة طبعا اذا تعلم سعيلك لا دي مش هبة يعطى متقابل للشيء هبة بتعطى فدت لي خلاص هو تعلم وبعد كده لما لما طرأت له مسألة استطاع ان هو يحكم عليها لان التعليم كان اه كان او كان ذو تأثير بحيث ان ايه استمر معا ما هي مكونات العملية التعليمية رقم واحد المربي اللي هو حضرتك او حضرتك والموضوع الموضوع اللي انت بتدرسه قرآن عربي ترسة اسلامية بالرياضيات كذا كذا عليه السيرة والطالب مربي المربي الاستاذ والطالب والموضوع اللي داخل ما بالجميع دول دول التلاتة مشتركين في لو في خلل في العملية التعليمية بيبقى الواحد من دول في الغالب بيبقى المربي والطالب وبعد كده ممكن يجي في المادة العلمية المادة العلمية مربي بالحكم فيه ماشي طيب ممكن مشاركة سريعة اي تعليق على هذه الصور فيما يخص اللي انا قلته في الشراء في الثلاث شرائح الاخيرة الثلاث شرائح الاخيرة ده خص التعليم التعلم اركان العملية التعليمية اي تعليق بجملة مش محتاج يعني يعني ايه الطريقة هنا استشارة عامل استشارة يعني اللي حضرتك شايفه ايه في الفصل الدراسي ده حصل مشاركة بينهم وبين مشاركة مشاركة حصل مشاركة والمشاركة دي انت عرفتها ازاي حضرت من خلال بسمته وبسمتهم من خلال حركة ايد واديهم من خلال انتباههم الكامل جميل طيب آآ جميل صح جميل يبقى في اندماج ما بين المعلم المعلم قدر يوصل للطلاب لدرجة ان خلاهم تقريبا مش تقريبا كلهم ما بين ضاحك ومكتسب وبعدين كلمة كلهم دي كلمة مهمة جدا في اللفتان كلهم يعني اذا اتأملت في وجهة اي طالب او طالبة في الصورة اي طالب هتلاقيه مندمج وهو ده الموقف التعليمي المثالي لذلك هنا يفكرنا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم او حديث لا اذكر من نروها يقول لك ان ما كان اي حد يععد في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم كان يحس ان هو رسول الله عليه وسلم بيختصوا بالحديث كل واحد قاعد يفتكر ان الكلام ده ورسول الله عليه وسلم بيصره هو طبعا ده مربي فهو هو وصل لنفسية الناس لدرجة ده بكاذب واخبلوا مني شوف بصلي ازاي شوف دي حكل ازاي شوف ايه فعشان كده الناس دي كلها الطلاب كلهم تفعلوا معاه ويندمجهم يبقى المعلم مندمج الطلاب مندمجين وتأثروا بالموقف التعليم واثار الايه جو البهجة والمرح معنى كده ان ايه يعني يعني هذه الصورة قد ايه معبرة واستخدمها كثيرا لانها فعلا اذا انت استطعت ان اتصل في من حالة نفسية مع الطلاب الى هذه الدرجة فتأكد ان العملية التعليمية اللي هي العلم المادة ما اسهلها بعد كده ما اسهلها بعد كده هو ده المعلم والطلاب والكتب قدامهم اي مكان اللي بيتكلمه طبعا انا عرفش كانوا بيتكلموا على ايه اه لكن طيب بكده عملنا في التعليم بنقل نقل محتوى عندي الى الطلاب التعلم ان ينتقل هذا المحتوى بطريقة مستدامة عند الطالب يستطيع ان يطبقها ويستريكها ويسترجعها حال ايه حال ان احنا ارتكنا اه كيف نقول بالعربي مهارات مهارات اه احسنتي او كفاءات 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 هي المهارة المهارة كلمة جميلة جدا حسنتي لكنها بتندارك تحت الكفايات لان الكفايات في منها المهارة يعني القدرة على عمل شيء لكن القدرة على عمل شيء بيتطلب معرفة معرفة فلازم يكون عندك معرفة يعني ازاي يسبح اقدم ايدي ازاي اكتب على الكتبة ازاي ازاي يبقى ازاي في معرفة والمهارة ان انا اطبق هذه المعرفة هي الكفاية والكفاية بتشمل الاتنين بتشمل المعلومات اللي عندي وبتشمل قدرتي على ان انا اعمل واقدي النشاط اللي انا اعمل اسوء اي مكان بقى في انشاطة الحياة فالمهارة دي مهارة كفايات المعلم وكلمة كفايات جاية من الجذر في اللغة العربية او الجذع في اللغة العربية ايه كفاء كفاء يكفي كاف والفاء والالف كاف والفاء والالف معناها هو ما يستكفي به الانسان لعمل شيء انا تلوقتي بتعلم انا مسلا اريد ان وكل مدارس تجويد. ما هي الكفايات اللي انا مطلوب منها? واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة. اذا حققتها والشيخ والامام والمعلم اختبرك او اختبرك. واجازك واجازك. خلص بقى عندك انت حقات الكفايات تستطيع انك تعلم بعد كده. من قبلها لا تستطيع انك ايه تعلم. الكفايات بقى ودي مهمة جدا. اللي عاوز يتوقف هنا ومش قادر يكمل. يعني يعني سبب او الاخر. ممكن. زي ما قلت في الاول. نلخصت لكم كل المحاضرة في كده في جملة في الاول. برضو هنا وقت للتلخيص. هو ايه? الكفايات. ايه الكفايات? لا يمكن. خلي بالكم. مهمة دي. لا يمكن ان انت او انت حضرتك او حضرتك تقف امام الطلاب. تقف امام الجمهور. تقف امام متلقين منك. الا ان تكون عندك حاكتين اتنين. ودي يعني كفايات يعني حاكتين وما يعني كفايتين. كفاءة الكفاية الشخصية. الكفاية الشخصية وكفاية مهنية. ودول والكفايتين دول على فكرة في كل ما تقوم به من عمل. مش لازمة بس التدريس على فكرة. الطبيب. الطبيب. المعلم. الممرض. الصانع. الاب. الام. كل شخص يستطيع او يقوم بشيء معين. يجب ان يكون عنده كفاية شخصية. الكفاية هي ما المعلومات والمهارات اللي عندك التي تؤهلك ان تؤدي عمل ما بطريقة. بطريقة على وجه الاي? على وجه الكمال يعني. او شي بالكمال. او على وجه النجاح. انك تنجح فيها يعني. محامي. ازا ما عنديش عارفة معرفة بالقانون. ولما يروح المحكمة. يستطيع وعنده القدرة على ايصال الرسالة باللغة بقى واستخدام عدوات اللغة اللي بتاخد الكسب. وحتى استطيع ان يقنع الايه? القاضي. فدي مهارة شخصية. الكلام. المهارة المهنية المهارة المهنية ليه ما عرفته بالقانون وببنوت القانون والمادة كزا وسنة كزا. طب ايه المهارات للمربي الشخصية? المهارات الشخصية. المهارات الشخصية. واحد. دي اللي هو الوعي المعرفة بالذات. معرفة بالذات? ايه? هتش رحل ان شاء الله. المعرفة بايه? بالذات. لازم. وايه يعني ايه يعني المعرفة المتميزة للذات. المعرفة المتميزة. يعني ايه متميزة? لان الله عز وجل. جل في علا. خلق. شوف احنا مش متابع كم واحد حاطين. احنا واحد وعشرين. احنا واحد وعشرين شخص هنا هما. كل واحد فينا في الواحد وعشرين شخص دول متميز يعني متفرد. متفرد في طريقة تفكيره. وطريقة اداءه للاشياء. متميز. لكن مشكلتنا ان احنا بنبص للدنيا واللي حوالينا من وجهة نظر نحن. من وجهة نظر نحن. بمعنى ان انا بعمل الحاجات بطرقة معينة فانا ببص لأي حد بيعمل الحاجة مش بالطريقة دي على انه اقل او على انه مش لكن الحقيقة ان انت لما بتعرف نفسك. انا بفكر بالطريقة دي. انا بحب الحاجات دي. انا مش بحب الحاجات دي. الحاجات دي بتروط لي. الحاجات يعني مش بكلم في الحلو والحرام بقى عند حاجات اصلا خلاص دي مسلمات احنا ما بنيتكلمش بها نكلم على الفروقات الفردية. حتى في العمل الجماعي. لما بنيجي نعمل عمل جماعي. الاخت فلان عمل فلان والاخت فلان. ممكن عمله لطريقة ادائه او ادائها الفردية. ربما احنا لو غيرنا عملنا شفت كده وغيرنا النظرة لهذا الموقف ربما نعروه بطريقة ايه? بطريقة مختلفة. لان هذا الشخص ايه? يبقى ازا لازم يكون عند حضرتك وعند حضرتك دراية بنمط شخصيتك. طريقة تفكيرك. طريقة استجابتك للاشياء للمواقف. زي ما قلتلك حضرتك دي كلها نقاط. دي كلها نقاط. كل نقطة فيها تدريب لوحدة. يعني دي في الماط الشخصية. عندي تدريب في الماط الشخصية بحاله كده. ممكن تلات ساعات وحينا ما نعطي ست ساعات. آآ الماط الشخصية. تاني حاجة? المبدأ وبعد الله عز وجل لخص الهدف من 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 ارسال وبعثة النبي صلى الله عليه وسلم قال وما ارسلناك الا رحما. يبقى الكفاية الشخصية التي يجب ان تتحقق بها ايها المعلم ايها المربي والمربية. ان يكون عندك رحمة. يعني ايه عند رحمة? ما انا عاوز افهم يعني ايه? لازم ان اعرف المعلومات الرحمة واشوف هل انا متمثلها في نفس الرحمة. يعني هنحاول نعطي امثلة انا بس بديكم الامبسي او التعاطف. والتعاطف حقيقة كلمة الرحمة انا افضل عن ايه انا استدمت كلمة التعاطف عشان الانجليزي والناس اللي هما مسلا عندهم خلفية او من الثقافة الغربية يعني هما بيستخدموا كلمة لكن انا استخدم كلمة الرحمة افضل بكثير من لان ان انت بتتعاطف مع شخص لكن ممكن ما تقدم لهش شيء. مكسنا الشخص جايش كي لك فآه والله يعني عاسم. يا انا انا اعطف بالكلام. لكن هو بيروح مرحلة تانية في حالة ازا تطلبت المساعدة وانت تستطيع ان تساعد بتقوم بالمساعدة. الرحمة اللي هو من ضمن الرحمة قبول الاخر. قبول الشخص اللي قدامك. مش معنى ان انت استاذ انت ممكن استاذ مسلا متميز في الرياضيات. وتيجي تشرح درس الرياضيات. حتى الابنة او بنتك. يقوم ابنك ما استجيبش بالسرعة اللي انت متوقعها او السرعة اللي انت كنت بتقدي بيها في المدرس. عملك في اللا. يعني بيتأخر ثانية او دقيقة او مش فاهم الكونسب زيب نفسه زي وهو في مصرها. الرحمة في قلب الشخص. ودي ما ان شاء الله ومرة جاية هنلاقي النبي صلى الله عليه وسلم ما في موقف واحد. مع ان حياته كلها داخلا وخارجا كان يعني معروفة ومكشوفة. لم نجد فيها موقف واحد لم يكن رحيما بمن حوله. بل كان رعوفا رحيما. الرحمة يجب ان تكون صفة. يعني متلبسة ويتلبس بها المربي. حتى يستطيع ان هو يتفهم ويفهم اللي قدامه ورد ليه? ليه الطالب رد عليه بابطراءة دي? مش اول ما يرد على مسلا بطراءة. ياخدها او ياخدها بصفة شخصية. هو ازاي يكلمني بطراءة? ده طالب غير مؤدب. ولازم يتربى. ولازم. ايه اللي لازم يتربى? يعني هو طيب ما هو جاي عشان يتربى. هو جاي لك في المدرسة ربنا. فنوع من ايه? ان يكون عندنا الرحيب ازاي. درايتك بنفسك. ويكون عندك رحمة تجاه للطلاب اللي حواليك. وطبعا طريقة التواصل. يعني ثمانين في المية من مشاكل الناس في التواصل. مش في المحتوى. مش في الكور مش في الجوهر. يعني المشكلة اساسية مش في النازة نفسها. في طريقة نازة. عشان كده ربنا عز وجل الله قال يا ايها اللي دينا امنه. تقول الله وقوله قولا سديدة. يعني قولا سديدة يعني القول تكون كلام معروف. بطريقة معروفة. في وقت معروف. معروف يعني مش معلوم. لا معروف يعني يتسم بانه فيه. يعني في وقع يعني بطريقة مضبوطة. في الوقت المضبوط. بستايل او بتون او بلهجة او بلهجة بلهجة صوت مضبوطة. للشخص المضبوط في الوقت المضبوط. كوميناكيشن. نتكلم ان شاء الله عنه. اه اه طريقة حل المشكلات. في مشكلة في الصف. او مشكلة مربي او غير الصف. مشكلة ما بينك وبين المتعلمين. او اللي انت مسؤول عنهم. طريقة حلك للمشكلة دي. دول الاربع كفايات الشخصية اللي يجب ان انت تتمثل بهم. ماشي? هنحاول نعرض لكل واحدة بشيء من التفصيل. يبقى بلخصهم تاني عشان اللي بيعاوز يكتبه رأي او ممكن تصور تاخد من الصورة. يبقى انت لازم الانسان يكون عارف نفسه. يعني ايه عارف نفسه? هقولك وتلوقتي هتجي شريح هقولك يعني ايه? اعرف نفس ازاي? عن طريق دراسة انماط الشخصية وتعرف نمط شخصيته ده ازاي? مش كلنا بنفكر بنفس الطريقة. مش كلنا بنحب نفس الحاجات. مش كلنا بنعمل رقم اتنين. يجب ان انا تمثل الرحمة دي هروح اشتريها مسلا مش سيدلية. لا. في ترائق وفي تدريبات تجعل الانسان. وكل ده اثباته على الفكرة يعني قراءاتي المتوضع جدا يعني انا لست سايكولوجيست ايوش ان انا كنت دراست السايكولوجي الدراسة اكاديمية لكن قدرت يعني اللي بقدر حقق يعني اتحصل اي من المعلومات بفضل الله بتحصل عليه. تستطيع انك تفهم الرحمة وتتمثلها في قلب. ربنا في ناس سبحان الله ربنا خلقهم رحماء كده هم يعني ده ده بقى فضل من الله يؤتيه مني ان شاء. لكن العلم الحديث في البوستر سايكولوجي وفي البرفورمان سايكولوجي اه لو علم نفس الاداء او علم نفس الايجابي بيقول ان انت اذا حققت نوع من المعرفة المعينة مع تدريب تدريبات معينة ستتمثل الرحمة في قلبك. هتلاقي نفسك بتتصرف بطريقة اقل حدة او اقل شراسة او اقل اه يعني ايه مش عارف اقول ازاي اقل صعوبة من قبل كده يعني بسهولة اسهل بطريقة اسهل يعني. والتواصل طريقة التواصل. علم علم ازاي تتواصل? ازاي تقول? يعني انت عارفين يعني يعني هناك مسلا في بنعلم طلاب اللي هم في كلية التربية. يعني مسلا لو انت سألت سؤال. كم من المدة تنتظر علشان الطلاب يردوا عليك او اللي انت بتسألهم يرد عليك. طيب في مجموعة عرفت ومجموعة عرفتش. تتصرف ازاي? طيب في واحد قال لك اجابة طرعت صحيح. تتصرف ازاي? واحد قال لك اجابة طرعت غلط. تتصرف ازاي? بحيس ما تحرقش الموقف التعليم. ده طريقة ايه التواصل? اه وحلل ايه حل المشكلات. اما يبقى اذا خلاص كفاية الكفايات الشخصية. الكفايات المهنية. الكفايات المهنية. يبقى في اربع كفايات شخصية. دول خمسة. اربع كفايات شخصية. وفي الكفايات المهنية. الكفايات المهنية دي اللي هم ايه بتتعلمها? لا ما ناصلك انك تتعلمها. والمهنية دي هم اللي بيعلموها في كلية في كلية المعلمين او كلية التربية. لكن للأسف الشديد ان المهنات الاشخاصية دي ما عندهاش اه على على حد تقديري انا يعني من خمس سنين بس كنت في كلية البحرية للمعلمين. وعلى حد تقديري هذه الكفايات ما كانش لها وجود في في المنهج في منهج اعداد وتكوين المعلمين. وانا قدمت ورقة وقلت لازم ندخل الماط الشخصية. ولازم كل طالب عندنا وجربناها لمدة سنة وعملنا ودربنا المعلمين المعلمين عدربوا على الطلب بتوهم. وكانت نتائج باهرة. لان انت دلوقتي يعني بتحوط يعني بالزبط بالزبط هو ربنا خلق كل واحد لاداء مهمة معينة. فانت بتحاول تعرف المهمة التي يستطيع هذا النمط من النمط الشخصية اداءها. فتحطه في الوظيفة. فانت مسلا عندك عندك منظم وعندك خمسة ستة شغالين معاك شباب وشبات. فمش كلهم هيقوموا بنفس الحال. في واحد ينفع في موجة الجمهور. في واحد ينفع في الشغل اللي هو ورا المكتب. وفي واحد ينفع. لازم كل واحد اه كله لازم تبدي خاطرة اخي في الخواطر يعني مش لازم ان يبدي خاطرة يعني. ممكن يعني ممكن هو يعيد الخطر. واخي تاني عنده يبدي الخطر. مخبرك? فالكفايات المهنية الموضوع. الكفايات التمكن من الموضوع. وفيها نقطة بتسأل في اللي. عشان استحضرها دلوقتي. الموضوع. لازم انت تكون متمكن من الموضوع اللي انت بتدرسه وإلا يعني هتبقى مشكلة ازاي هتدرس حاجة انت مش متنقن في الرياضة او في العربي او ده. فكم مرة في مدرس عربي بيدرس الهمزة. فبعد ان خلاص درس الهمزة. وقال خلاص نختبر الطلاب في الهمزة. فقال لهم اكتب يا ولاد براي. ذهب الطلاب في رحلات يوم الاربعاء الماضي. فالطلاب قاعد يكتبوا فطالب بعد ما كده مش قلق استاذ الله سمح. الاربعاء الهمزة بتاع الاربعاء على السطر? ولا على الالف? فالمدرس يعني بعد شوية كده خلوها الخميس خلوها الخميس. فهو هنا خلوها الخميس يعني هو مش عارف يعني ان كانت نقطة يعني لكنها لكنها يعني او او ذات مغزع في اللي انا عاوز اقوله انه هو اه 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 عندما لم يكن متمكنا من من قواعد الهمزة لم يجب على سؤال الطهر. وتهرب منه. ماشي? فالتمكن من التجويد اه ايا ما كان. ايا ما كان المادة العلمية. التمكن من المادة العلمية. طيب هل انا انا مدرس عربي هل اتمكن من العربي يعني زي ابقى سيباوي? واقعا. تتمكن او تتمكن من المادة بالقدر اللي انتي بالصف اللي هتترسي. خلاص مرحلة ابتدائية خلاص تمكن من الحروف والاصوات والمبتدأ والخبر مرفوع ومنصوب ومجهور. بسبب. حاجة اللي تتمكن من المادة درعنا بقول المنموم هنا. اه تاني حاجة تعرفي تعرف بقدر برضو. انا لا اقول هنا ان انت هتبقى يعني زي خارجة وخارجة اربعة سنية تعلم في الكلام. طب انا مدرس في مدرسة اسلامية هنا. فبقى لك ما لا يدرك كله لا يدرك كله. لا يعني ايه? لا ما لا يدرك كله لا لا يدرك جله. يعني تاخد بعضه. تاخد بعضه وتتعلم من المشي. اللي هو نمو الطالب. والله كتاب بسيطة. كتاب بسيطة. او محاضرة بسيطة عن. تكتب المراحل العمرية للتعلم. من سن زيرو لشهرين. من سن شهرين لتمن شهور. لست شهور. ومن ست شهور لكزا. ومن سن سنة لسنتين. ومن سنتين لاربع سنوات. من اربع سنوات لثمان سنوات. كل مرحلة علماء النفس عملوها في مراحل المودي لان كل مرحلة لها تقدر تستجيب بترى معينة. ولو كلمتها انت بعد او beyond او above فوق هذا المستوى هتنسى ما ما اشي يستجيبه معك. فانت لما تعرف كل مرحلة وخصائصها النفسية وخصائصها العمرية وخصائصها التقبلية هتعرف مو بيتقبلوا ايه وهايفاموا ايه في مدى ادراكهم والحاجات اللي اعلى من سنوات. يعني انت ما تجمع لها هاي سكول. هاي سكول مسلا هما درس السنوات. اول كليل. تتكلمهم بزي ما بتكلم مسلا قولة بتدائين. عيد حكم. وهي شعروا بالملأ. تيجي تكلم قولة بتدائي. زي ما بتكلم هاي سكول. شايفهم من نجحات. هو دي المخصوص بالايه? بالملأة. كتيب بسيط او دورة بسيطة او. تكتبوا هذه الاشياء. وهذا نوع من العبادة اللي عز وجل انا اتقرب بين عز وجل ازا انا هروح تجيب تكتب مخصوصة عشان اعرفه. عشان اعرفه. لا اريدك ان تكون متخصصا في العلم في العربي او في الكذا او في العلم النفس. بس الاحاطة بالشيء. رقم تلاتة اه اه تعرف ان الطلاب عندكم عندهم تمايز في الامكانيات. اللي هو اه التمايز في الاستقبال. مش كل الطلاب بيفهموا بنفس الطريقة. مش كل الطلاب بيتعلمون نفس الطريقة. زي ما قلنا هم نفس الطريقة. يعني متعرف برضو حاجات. يعني ايه الطلاب بيتعلمون الطرق مختلفة. متعلمنا. اه تحضير للدرس. مهم جدا 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 جدا. مش يعني جدا لغاية اخرى بالمحاضرة. التحضير ازاي حضر للدرس? ما هي مكونات خط الدرس? طيب. المكونات خط الدرس طبعا انا بقول سريعا هنا. دي برضو لها محاضرة. او لها تدريب. او تدريبين. او يوم كامل. بقول لكم الطلاب يعودوا ياخدوا مقرر كامل في الكلية. بس انا بقول دلوقتي مش محتاجين ان احنا مش محتاجين ان احنا ايه? مش محتاجين ان احنا ناخدها زي ما بقول لها طلبة. بس طلاب كلية تربية. لكن محتاجين ايه? محتاجين نعرف يعني ايه خطة الدرس. ورقة. مكتوب فيها. انا هعمل النهاردة عنوان الدرس. ومكتوب فيها ماذا اريد ان احقق مع انتهاء الحصة. مع انتهاء الحصة دي انا حتى ايه? ان يعرف الطلاب كزا. ان يقوموا الطلاب بعمل كده? ان يتمكن الطلاب من عمل كده. يبقى معرفة او عمل. او خبرة. جميل. طيب انا عاوز على ان ينطق الطلاب الغنى بطريقة صحيحة. ان يتعرف الطلاب على الحروف مثلا حروف الاظهار. او الاخفاء. ده مثلا درسنا. طيب. بعد كده الاهداف. بعد كده اعمل ايه? لكي اساعد الطلاب ان يعرفوا الاهداف دي. لابا انا عندي عنوان الدرس. اه نون السكنة. النهاردة بس هناخد الاظهار او الاخفاء او اي امكان. الاهداف بتاعتي حقق. الانشطة اللي انا اقوم بيها. لازم الانشطة بتاعتي تكون بتصب في تحقيق الاهداف دي. المكون الرابع والاخير في خطة الدرس. اقيم الطلاب قبل ما امشي من الحصة. اشوف الطلاب اكتسبوا اللي انا حطته في الاهداف ده ولا ما اكتسبوش. لابا عندي اهداف وانشطة وتقييم. اهداف وانشطة وتقييم. العبرة مش ان انا اقول الانشطة وده طريقة التدريس التقليدية اللي احنا تعلمناه. لمعرفش اللي حضرين معنا كلهم مصريين او جزء انا بتكلم عنها يعني خبرتي. في مصري يعني هو احنا كنا صغيرين مثلا في الابتدائي خلاص. استاذ كان دوره يلقي ايه? يعني اه عفوا يعني يلقي ما في جو فيه على الطلاب. ده 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 يتكلم من اول محضرة قبل اول الدرس قبل اخر الدرس. وخلاص على كده. لابا يسألوا الطلاب فهمتوا ولا ما فيهمتوش. فهموا ما فيهموش. انا قلت اللي عندي. يبقى دور يعني العملية التعلمية كان بتتمحور حوالين المعلم. المعالية التعلمية الاساسية تتمحور حوالين الطالب. يعني 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 انا بقى اصيغ الانشطة. واصيغ الاهداف. وطريق التدريسي بناء على الطلاب اللي عند اللي انا عارفهم. مش مش بناء على زكاية انا وخبرتي انا. لا. فدي خطة ايه? خطة الدرس. مرة اخرى. يعني انا بس بقول او يعني تنبيه. تحذيري. مش تحذيري يعني ان انتبه يعني بخوفك ولا. يعني تحذيري ان انا ايه? علشان بس ايه? ما تتوقعوش مني مسلا. انا اقول لكم خطة الدرس ازاي نعملها? لا. ده دي تدريب تاني. اه العربي. بتاع النمو والمراحل النمو والتعليم. مراحل النمو والتعلم المختلفة في الطالب. انا اقول لكم دي بتكتبها حضرتك او بتكتبها حضرتك كده. واذا انت ربنا اعطاك علمي اردي. وده كلام ده بتحصيل حاصل بالنسبة لك. يبقى احمد الله على ما اتاك. واذا لم يكن عندك هذا بتكتبه. وتاخدها واحدة واحدة. وايه? يعني يعني سدده وقاربه. يعني مش هتاخد ده كل مرة ولا في اسبوع ولا في شهر ولا في سنة يعني. ماشي? ازاي? وده المحاطرة الجاية بتاع النادي النبوي هتشوفوا فيها يعني راء يعني جمال. وتفوق اللي بتاع السلام في طريقة توصيل المعلومة. انا المهم عندي مش ان انا اقول المعلومة. المهم عندي من الطالب يعرف المعلومة. ده المهمة في العملية التعليمية. مش مهم ان انا اقول. مهم ان هو هيعرف ولا. فانا بستقل الموقف. طريقة يعني سياغة السؤال. اقولها ازاي? اقولها بصوت حاجة. بصوت واطي. اسأل سؤال. انتظر ايه بعد السؤال? انت بلو جوب? صح? اقول ايه? لو جوب خطأ اقول ايه? واك. هي الوسائل ليس الوسائل. الوسائل اللي باستخدم قلم يستخدم صبوتي دي الوسائل. باستخدم قلم استخدم صبورة يستخدم الواي الكفايات. لا تستطيع ان تؤدي العملية التعليمية على وجه اه كامل الا بالكفاية دي. بعدها معاية طلاب. اللي بيتكلم. واللي ساكت واللي قاعد وراه واللي قاعد قدام. كيف ادير الصف. كيف الادارة الصفية. كيف ادير صفي بطريقة فعالة. شوف بقى بتبدأ من اول والتداخل كده. طريقة لبسك. طريقة التعبيرات على وجهها. طريقة حركة ايدك. طريق عنيك راحفين وليامين. نبرات صوتك. ووجودك في الصف بتقفين قدام الطلاب ورا الطلاب جنب الطلاب. الانارة في الصف. دي الحاجات الفيزيائية. يعني مكون الفيزيائي في الصف. في انارة. الطلاب قاعدين ازاي? في تهوية في شمس فيه. في الشمس طبعا هنا في مشكلة يعني. بس على قاية حالة ان دي كلها بتأثر على ايه? الادارة. مكونات العائلات الصفية. يعني اه برضو ايه? دارس من دول. انا بقول لكم الكفايات زي ما قلت لكم. وانتوا وتاخدوها من هنا ان شاء الله. الاساسمت هو التقييم. التقييم. يعني اني مسلا انا بعد المحترة نهاردة. ممكن اعطيك بعض تلات اربع سئلة. دي 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 جاوبتوها خمسين في ستين. يعني سبعين في المية في ما فوق. يبقى احمد ربنا عز وجل. بعد كده تدور عليك انت انا احطت الكرة في ملعبك او في ملعبك. وانتم تأخذونها من هناك للتدريب والتعليم. الاساسمت اللي هو التقييم. يعني هل حقق الطلاب? هل يعني اه تمثل الطلاب العملية التعليمية? وحقق وحقق وارى الاهداف التي وضعتها انا التي وضعتها انا في عند الطلاب ولا لا? ازاي اعمل اساسمت? طريقة الاساسمت اعملو ازاي? ازاي اختبروا الطلاب? شفويا لتحريريا ولا اخد ايه دقايق ولا خمس دقايق ولا انتظر. احنا زمان كان الاساسمت ازاي? لما كنا في المدارس. كان بطلابهم امتحان نص الصف نص السنة امتحان اخر السنة. بس مش حاجة اسمها لأعمال سنة. ولا تقييم ده عملية مستمرة يوميا. مش هتقعد تستنى لنص السنة والطالب مش عارف ويسقط في المتحان. ما بتنتظرش. التقييم. استخدام التكنولوجيا. طبعا ومع بقى موضة جديدة وبعالم جديد. استخدام التكنولوجيا والباور بوينت والا طبعا. طبعا على قديمة الوقت بس ما زال بيشتغل. بناشى استخدام التكنولوجيا. اه بعد كده اله هنا. الرفلكت اند بيتي. الرفلكت اند بيتي بعد ما خلص النهارة الدريس مسلا. التأمل. التأمل والتنمية اه 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 او التطوير المحلي. لازم كلنا كلنا. انا الى هذه اللحزة والى هذا الوقت. وبعد هذا الوقت الذي قضيته في التعليم والتدريس ما زالت اقرأ وتعلم. الحمد لله تعلم كل يوم شيء. كل يوم شيء. ليه? مسأنا لديت المحاضرة النهاردة. بعد ما بخلص مع حضرتكم. ممكن انه بقى له في وقت النهاردة. او بكرة السبعة وبص في الباور. اه الله الشريحة وانا بشرح. حسيت انها عوزة ضغية. الكلمة دي عوزة ضغية. ده تأمل. اعادة التأمل والتحسين. تأمل والتحسين. انا شرحت النهاردة درسي كان. ممكن اه المرة الجاي اجيب فيديو. مرة الجاي اعمل كساة المرة جاي. ده تأمل وتحسين. تأمل وتحسين وحضور الدوارات. يبقى اذا تلخيصا الكفايات شخصية وكفايات مهنية. كفايات شخصية وكفايات مهنية. ممكن اتوقف دقايتين لو في اسئلة. لان احنا هنبدأ بالتفصيل بقى. كده المحاضرة مش انتهت. يعني انتهت المكونات المحاضرة هندخل في التفاصيل للحاجات اللي احنا قلناها. يبقى انا بلخص تلوقتي ما هو التدريس? انك تنقل معلومات عندك للطلاب. ما هو التعلم ان الطلاب يتمثلوا المعلومات او المهارات اللي حضرتك او حضراتكم ترغبوا وتهديفوا الى انهم يكتسبوا مكونات العملية التربوية المعلم الطالب او المربي والطالب والايه والكتاب المدرسي او المادة التعليمية. الكفايات كفايات شخصية. انا انا مع نفسي وكفايات مهنية. دي تلخيص اللي انا قلته الى الان. اذا هناك اسئلة ما فيش اسئلات بانتظر مثلا ثواني ازا ما فيش اي اسئلة باننا انطلب. تمام? تمام. طيب. طيب ان شاء الله يكون يعني قاعدة موجود اسئلة يعني امور واضح ما اوصل حاجة قاعدة موجود اسئلة حاجة من الاتنين ما هيشترك كده. امور واضحة جدا جدا. الحمد لله ما فاهمون كل حاجة او محدد. يعني انا يعني ان شاء الله ما تكونش التانية. ان شاء الله. ايه. او الكفايات الشخصية. ممتعة او دراستها ومعربيتها والتعلم. الكفايات الشخصية هي التي اذا تمكنت منها ادت بك والله. انا بقول لك والله عن تجربة وعن علم وعن دراسة وعن بحث. انا تعرفت على انماط الشخصية. اول حاجة في الفلتركات ده في سنة الفين وثمانينة. انماط الشخصية. معرفة انماط الشخصية او تنمية مهاراتك الذاتية. سيجعلك تعيش في حياة مليئة بالتوائم والهدوء والطمأنينة النفسية. لانت فاهم نفسك وفاهم حواليك. وتقدر او تميز او الصدمات او الخلافات او التوتر او الابصع الابص والداونز اللي بتحصل. فوق تحت فوق تحت فوق تحت. حياة يعني طبيعة يعني جزء لا يتجزأ من طبيعة الحياة هو الخلافات والاختلافات. ازاي بقى تتعامل معها بنفسية هادئة? هل انتم درستم? توقع يعني ما شاء الله عليكم يعني كلكم بنتبع ميلو. كلكم درستوا حياة اللي بيصالة. هل 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 وانتم بتتقلبوا في صفحة الصفحة السيرة كده وجدتم موقف واحد واحد. واحد. خرج النبي صلى الله عليه وسلم عن طوره مسلا وقال كلمة غضب. يعني ايه? يعني ما كانش بشر فان كان بشر. يعني ما كانش بيغضب من كلمة يعني واحد قال لي كلمة دايقتني ما تدايقشي? لأ كان بشر ما بدايق. كان بشر ما بدايق. بس انا بقولك بقى من خبرة ايه من تجربتي في ما يسمى اللي هو علم النفس الايجابي. وبعد انا ما درست يعني خدت التدريب في علم النفس الايجابي. قرأت السيرة تاني وشفت يعني بضوء تاني خاص. شعرت ليه? يعني سيدني يوسف مثلا ما تدايقشي لما عارف ان اخواته كنا بيرموه في. تفتكروا يعني ما ما تدايقشي? يعني يعني كبشر مهلازم يتدايق. يعني ايه بيقولت له? سيدنا يعقوب مثلا ما تدايقشي من ولاده? دايا. لكن ما هي النفسية? ما هي النفسية? وما هو الاعداد النفسي? كبشر يتدايق. ما قلت اخوه? اقول لها دل ايه دول? ربطكو ازاي انا? ولا كنت بربيكو ايه? ولا ايه التعليم اللي انا قلتوه? الاعداد النفسي. الموقف هيجيلك هيجي لك. التحدي هيجيلك هيجيلك من الحياة. من اللي حواليك. قريبين منك او بعيد عنك. التحديات موجودة في حياتك. العامل الفايصن هو ايه? هو اعدادك النفسي. اعدادك النفسي هو اللي هو بيسموها الريزيلينس او الصلابة النفسية. الصلابة النفسية دي احنا مش منا نتولد ديها. الصلابة النفسية احنا مش بنتولد ديها احنا بنتعلمنا. والله عز وجل لو في محاضرة تانية اسمها الياقة الذهنية. زي ما في الياقة بدانية في الياقة ذهنية. هي قدرتك على مواجهة اشد المواقف. كده زي ما سيدنا يعقوب سيدنا يوسف. لا تثريب عليكم. اذهبوا فانتم مطلقا. يعني النفسية النبوية يعني النفسية النبوية سواء سيدنا يوسف سيدنا. والسلامة والانبياء كلهم. ما هذه النفسية هو الاعداد النفسي بتتعلم. انا اقول لكم. انا اقول لكم من من تجربة ومن دراسة ومن تعليم. انها تتعلم. ولكن. ولكن. انا اعطوكم كتاب. الكتاب يديك عشرين في المية فقط. اذا انت تريد ان تكون عندك صلابة نفسية. لكن اذا تريد تمانين في المية. يجب ان انت تمارسها يوميا. والله عز وجل قد اعطانا في النظام الاسلامي. وانا. مش هقول ان انا يعني. يعني الحمد لله من المعلومات العربية والاسلامية. لكن عندما اخذت هذا التدريب في جامعة ستانفورد. مع مستجر جامعة ستانفورد. وجدت قيمة الصلاة وانها خمس مرات. اليوم على الاقل طبعا خمس مرات. في نوافل وفي قيام اللي نبت. والزكاة. والصيام. والحج. والتدريب ما كانش في حاجة عن الاسلام وعلى عن الدين بتاتم. تدريب سيكلر علمانيا. يعني من. خلص علم نفس بحث. ماليش علاقة بالدين. لكن الابحاث بعد عشرين تلاتين سنة استعمل ابحاث اللي انا بتدور على السلام النفسي. وجدت ان افضل طريقة للسلام النفسي. هي 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 ما الروشيتة. الروشيتة. الله عز وجل والرسول والسلام وضعهم لنا للادا. بس هو اللي القرآن قال لك ما تصليش. صلي خمس سرورات. مش عشان كزا يحصل لك كزا وكزا وكزا. لكن تصليها زي ما ربينا الدين. هذا هو. يبقى اذا الحصول على السلام النفسي. استطردت انا في هذه النقطة. آآ ففي عندك بيسموها او في حاجة بينك وبين نفسك انت وفي حاجة بينك وبين نفسك وبين نفسك ما تشاهد ما. وفي حاجة بينك وبين الاخرين من الكفايات الكفايات الذاتية. اخواني واخواتي. انصح. انصح. انا عملت هذا الكلام. وانصح اي وعرفت الكلمة. اعرف نفسك. واذا عرفت نفسك اتعرف بددها. قدراتها. وتقدر تعمل ايه. ما تقدرش تعمل ايه. وليك في ايه. وما ليك شي في ايه. واللي ممكن تكتسب. واللي مش ممكن تكتسب. خلاص. ربنا عز وجل وكعلنا كلنا قدرات مختلفة. عشان كلنا نعمل صورة كاملة. ما هو لو انا شاطر في كل حاجة. باش محتاجين البقيين بقى. انت مش الله عليك يعني. تقول لا. يعني ايه عرف نفسك. ما يعني ايه عرف نفسك. انتو عارفين ان في نوع من التواصل ما بين الانسان وذاته. يعني انت مسلا وانسلا ما يوقف قدام المرأة كده. او قاعد يسرح. حد قال له كلمة. كلمة دي ممكن تأثر فيه. سلبا. او ايجامة. سلبا او كنت تدفعه وتطلعه عنان السماء وممكن تنزل به عنان الارد. لانه هو ممكن صلابته النفسية نحتاجها نشتغل على شوية. فهوى ايه التواصل مع الذات بيمشي في الموء. يعني اي مسلا ازا واحد وقف قدامي المرأة. او واحد مسلا انا قدر اعمل دي. ما قدرش اعمل دي. انا شاطر في كزا. انا مش شاطر في كزا. دي كل حديث لا يعرفه الا هو. حديث لا يعرفه الا هو. لكن اعرف واعلم ان هذا الحديث الذي يجري ولا يعرفه. طبعا الا الله عز وجل طبعا. لا تعرفه الا انت لا يعرفه احد من البشر. ينطلق من اللي هو اللواعي الى اللواعي. وبيظهر عليك في الخارج. دي حاجة معروفة. فافكارنا. والخواطر التي تمر على على اذهلنا. انها تسير في موجات كيميائية دافر المخ. ويتأثر بهم. تخيل ان انت عندك فكرة ان الطالب اللي عندك ده مش يعني مستوى الذكاء انت كده عندك فكرة سواء صحيحة او خطأ. عندك فكرة. ما عملت مش مش مهما ده شرحت له مش نافع. مش 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 هده. هذه الفكرة عندك انت. فكرة ما حد شايفها لا انت. لكن تأكد ان هذه الفكرة تصرفاتك وكلماتك ورد فعلك على هذا الطالب او هذه الطالبة هيعكس هذه الفكرة. واي حد عنده فبرة في علم النفس او في التربية. واذا قاعد وشاف هذا الحوار هيعرف ان انت عندك سواء سلام. لذلك لذلك من قواعد الرحمة من قواعد الرحمة الاساسية هي انك تقبل الشخص التاني اللي هو المتعلم قبولا لا شرطة فيه. مش هنا هحبك وهقبلك وهتعامل معك بنفسية راضية اذا انت اديت هذا الاداء من التعلم او حققت هذا النجاح او حقق. بشهر السلام قبل الناس على علتهم. هزي ما هم كده. هو كده هو ربنا خلقه كده. بتقبله على كده وبعد كده بتتعاملهم. شوف الكفاية اللي عنده يا ربنا ما تلعوني. شوف النباهة اللي عنده. شوف مشارك تكون النباهة على فكرة مواردها حاجة برضو من اه شيء من الاشياء المشاكل اللي موجودة في الاسر ان احنا كلنا ان شاء الله يكون الحاجات اتغيرت الوقت. انا ما اتكلم عن ذا. يعني انا ما اتكلم عن نبيلي. ان ممكن اجيال بعدها يقيمون الشباب او الاولاد والبنات في الاسرة. يعني على التفوق الاكاديم. فكون الطالب اللي عندك لا يفكر وعنده لا يفكر بنفس الطريقة. ولاس عندها نفس الميول ولاس عندها نفس الحكاية من تتحبها. لا يسوغ لك ان انت تحطه اقل مني. تفكري الهندسي خلاص ناس مهندسين. تفكير الطبية ناس تأطباء. تفكير الفيزيائي طبيعيين ناس تأطباء. عرف بالنسبية وعرف بالناس. خلاص دهم طريقة في التفكير. فهذا هو. اذا النقطة اللي عزلة خاصة هنا ان انت يعني الحديث الذي يجري بينك وبين ذاتك مهم جدا جدا ويجب ان انت تقف وتشوف انت بتفكر فيه وتفكر ازاي. والتفكير ازاي ازاي. والتفكير الحديث النفسي. الحديث اللي بينك وبين نفسك ده اساس لكل ايه التواصل. اساس لكل التواصل. اه فزا ما قلت قبل كده لو انت عندك يعني فكرة معينة عن شخص معين يكون بيكون ردك على كلام. لو انا مثلا عندي. مسلا لو انا شخص ما. شخص ما عنده فكرة ان الشخص اللي قدامه ده كذاب. خلاص؟. سواء بقى هو عنده صدق حق يعني عنده حق في هذه الفكرة أو لا هذه الفكرة صحية أو خاطئة هو عنده ده هتلاقي من الفكرة دي ما يعرفشها لحد ده اللي هو لكن هذه الفكرة شاء أم أبا ستنعكس على طريقة هتلاقي أسئلت كلها فيها إيه؟ استجواب هتلاقي فيها كلها تشكيك أما يلاقي الرحمة الرحمة إن أنا طالما الفكرة هذه لم أتوصل إليها بطريقة يعني مئة في المئة يقين فيجب إن أنا بقى يعني الرحمة بتتطلب مني الرحمة بتتطلب مني إن أقبل الطالب صلى الله عليه وسلم قبل من المنفقين والله إحنا كنا عندنا عزر كذا كذا مرة اتناشتر لو إيش علوم ده أنت كذاب وإنت كذا ده جبريل عليه السلام نزل وقال ليه كده ده 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 كل أسلوب في التربية وأسلوب في إيه في التواصل لإن أنت العملية الأساسية أن أنت لا تريد أن تقطع قناة التواصل ما بينك وبين المتعلمين إذن قطعت قناة التواصل والله لو إنت يعني أينشتاين في الرياضة ما هيعرف ما هي تعلمين ما شيء طيب هقول لكم حاجة بسيطة وسريعة جدا دي شريحة واحدة من حوالي تسعين شريحة بتاعة ايه الانماط الشخصية احنا لو عملت الاختبارة الوقت احنا المجموعة اللي موجودة الوقت هنلاقي احنا واحد من اربعة وهو في يعني انماط الشخصية ممكن تعرفها في عشرات 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 الطرق يعني بقى السنة اخترت طريقة سهلة او بتلخص نماط الشخصية في اربع انماط يعني احنا كلنا كده هنطلع واحد من انماط دي طب انا واحد بسي نمط واحد تاطلى انت واحد يعني في او شخصية مسيطرة عليك مش مسيطرة بمعنى انت سلبي يعني ده انت ده تبيعتك. ده انت الشخص ده. لكن ممكن يكون عندك مسلا من الشخصيات التانية بز. يعني انت في الشخصية ministro الاورانية تمانين في المية. هقول لك توقيت الموعة الانماط الشخصيات سريعا طبعا. وممكن الشخصيات التانية ستين في المية. من هنا اربعين في المية هنا عشرين في المية. يعني هي موجودة فيك. وممكن بعد المواقع تتظهرها او ما تظهرش خلص. التمانين في المية ده 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 انت زي ما ربنا خالك. احنا بنتغير بنتغير. احنا مش قوانب. احنا بنى قدمين. هتقول لها يعني نماط شخصيتي كزا. يعني انا بفكر بالطريقة دي وبعمل بالطريقة دي. ايوة. لكن هل انا قولتك وحطتك في قفص حديد يعني ما تقدرش تفكر بالطريقة غير طيب. خطأ. وطبعا دي ليس تدريب على نماط الشخصية ولكن انا بديكم فكرة من الافكار اللي انت بتعرف فيها نفسك علشان لما تعرف نفسك هتعرف اللي حواليك. لما تعرف نفسك هتعرف اللي اخاليك. لما تعرف نفسك كمعلم هتعرف او اماط الطلاب اللي عند. ايه الاربع انماط الذاتين? رقم واحد اللي هو الشخصية خلينا اديها اسم اه ليس فيه اي احقاة سلبية. اللون البرتقال. واحد يقول بس انا بحبش اللون البرتقال. انا مال اش علاقة بانها بتحبش البرتقال وبس اسم يعني. ماشي? لكن هو بناخد فيه اللغة البرتقالي اللي هو اللغة يعني ايه المشيحة كده. طاقة. يعني حركة لان هو ده شخصية حركية. هذا الشخص يعني يعني الشخص ازا الشخصية الغالبة على شخصية البرتقالية ده شخص عارفين تعرفوا الطالب البرتقالي سواء في اولادكم او في او في نفسك او في طلابكم ايه? عارفين الطالب اللي ما كانش بيعود في مكانه خمس دقائق خمس دقائق ايه دقائتين ثلاثة لابا ويعمل الورقة كده ويزقون التقل ويمسك القلم ويزقوا صاحب ومشاهد واتحن وتلاقي عمال ايه هذا بيصنف خطأا بيصنف خطأا على انه يعني شديد الحرك شديد النشاط يعني عنده زيادة في النشاط زيادة في الهضمانات وبيعملوا عن انه مرض هذا هو هو نمط تعليمه بتعلم ده ما يعودش معك عشر ده يسمع لو الاستاذ من النوعية اللي بتتكلم على طول ده ممكن ينام او هيدا يعمل ايه يعمل مشاكل لانه هو عاوز حركة وعاوز اداء ده بدل ما تقول له واحد زائد واحد بيساوي اتنين على الصفورة ممكن او تعمل حاجات بيجيب له مسلا اللي هي كيف نقول بالعرب يعني العجينة اللي بيعملوا بها الالوان ويعملوا بها الاشكال ديها وتعملوا يقول له اعمل واحد يعمل واحد كده وزائد ويعمل زائد كده واتنين يعمل اتنين كده ويساوي يعني بالعجينة كده ويعملها قدام جبله صندوق راملي كده صغير تنسل صال تنسل صال اه احسن تنسل صال يعمل كده بتنسل صال واحد زائد واحد بيساوي اتنين او يعمل حروف الازهار يعملها باق ويعملها الباق والتاق ويعملها او صندوق راملي صغير كده ويكتب فيه ويكتب فيه المسائل او الحاجات اللي انتعلموا بالحركة دي بيماشي نمط شخصيته كده الشخصية التانية ما يعملش كده الشخصية الخضرة دي ده يعني عمره مايتعلم بالطريق دي شخصية الخضرة هو الشخص التحليل الشخصية الخضرة هو الشخص اللي عايش جوا كله افكار ستيف جوز مسلا من الخضرة بس هو كان شخصية خضرة وعنده جزء كبير برضو من الشخصية البرتقلية. عشان كده شخصية البرتقلية ممكن يأتي بافكار خارج الصندوق. وهذا مسلا شيء بزود كاته بشاركه بها آآ عن انماط الشخصيات حتى في الاقيمة والدعاء. بتشوف. بتشوف داعي مسلا او الامام او الفقير لما بتسأله سؤال طريقة ايه جابته مش بقول بيغير الفتوى. هو الرسول عليه السلام كم مرة سوء نفس السؤال ويعطي اجابات مختلفة. ما هو نفس الرسول هو نفس السؤال. ايه اللي اتغير هنا? المستمع او المتدرب او المتعلم اتغير في رسول عليه السلام لانه يعرف وخبير بانماط شخصية اللي قدامه فده ينفعل لكن هل يغير في الاسلام وغير في الدين? اطلاقا. اطلاقا. فالشخصية احليلية. عايش جوا كل حاجة. تقول له مسلا مشروع يعني لو احنا عملنا كده يعني يعني ايه الفيزابيليكيستادي بتاعته مسلا درست الجدوى بتاعته. اول ما يعني. الشخصية البرتقالية ممتاز. واو. لما لما تتأمل في الاربع شخصيات دول لو في فريق. لو في فريق عمل. الله عليك. الله عليك ما ابدع هذا الفن. ده ينجز انجازات لا يعني مش عاوز اقول له عنه. ماشي. اه اه انا اطلاق انا اتحاوز اصراع لان الوقت بسبقنا. الشخصية الزرقاء. الشخصية الزرقاء زي ما انتشافين. يعني شخص. اصلي. عارفين الاصلي زي ما يقول حاجة دي صيني ولا ياباني. فهو دي اصلي. يعني بني ادم انسان عصلي. يعني عنده يعني عنده مبادئ الرحمة والحب والتواصل وحب الخير للناس لنافسه وللناس. كده عارفين الشخص اللي هو عارفين الام كان عالي والوخو مش فكرة. مش عالستي في الحقيقة انا في الحقيقة. لكن انا بتكلم عن الشخصية في الفيلم هي طلعت كزا مرة بنفس الطريقة دي. دي الشخصية دي لو انا بحل الشخصية لو دي الشخصية حقية وهي موجودة حقية وشفناها في امهاتنا وستاتنا. يعني موجودة. دي الشخصية الزرقاء. الشخصية الزرقاء. الشخصية الرابعة. الشخصية الزهبية. مش الزهبية يعني غالية. لا برضو لون. لكن هو له دلالة على الفكرة. الالوان دي لها دلالة لكن يعني ليس لها دلالة من ناحية الايجابية والسلبية. لا هو يعني حاجة تسمية فقط يعني 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 يعتمد عليه. يعني لو انا مسلا عندي اه شركة وهاجيب موظف يعمل كمساعد ليا. انا بعمل اختبار شخصية. واللي يطلع نمط شخصيته اعلى في اللون الذهبي بعينه بعينه مساعد ليا. لان هذا الشخص تعطيه المهمة او المهمة بتعطيه وبتحط مش مش بطيقة واحدة بحط شادر وبطيقة وهو هيعملها وتأكوى او هي تعملها. لان هذا الشخص وبيعرف الحاجات قبل ما تقولها. وبيعرف توقعات. طبعا ده اللي هو في بقى ايتي برسنت في سيفنتي برسنت. لذلك انا انصح الليدرز الليدرز هما مسلا القادة اللي عندهم ناس بيعملهم او في تدريبات القيادة. هذا هذا. اذا انت قائد لازم تعرف الفريق اللي معك. اضمط ايه عشان تقدر تحدد مهمة كل واحدة تدهان. باختصار شديد. يبقى ازا انت ايه? ليه انا جبت الشريحة دي عشان اعبولك اعرف نفسك. اعرف نفسك. اعرف نفسك. انت مين في دور? اون هي هذه الشريحة بيه? الشخصية نبدأ بالزرقاء. الشخصية الزرقاء اللي هي في الاثنتيك والرحيمة. الشخصية الزرقاء بنسمي ايه? يعني الناس والعلاقات دي تحتل الاولوية الاولى. يعني لما اي مشكلة تحصل. اي حاجة تحصل في حياتهم? رقم واحد بيجي على ذهنه هي الناس. ده هيجرح علاقة مع الناس ولا. ده هيحسن علاقة مع الناس ولا. يعني رقم واحد او يعني بيبص للدنيا كلها باللي بيجرى فيها من خلال علاقاته مع الناس. عرفت مع ابني مع ابويا مع اخويا مع صحبي مع اجاري مع. وعليها بيقيس كلنا. هل? طيب. هقول لك دلوقتي ايه? ايه? ايه اللي بيحتل الردبة الاولى في كل الشخصية. الشخصية الذهبية. الشخصية الذهبية. الشخصية الذهبية دي. الشخصية الذهبية اللي بيحتل رقم واحد عنده من الاهمية هي القواعد والنظم. يعني ما لهش علاقة بالناس ولا علاقات? لا. له علاقة. بس رقم واحد عنده النظام. يعني لما بكل وكل مثل شخصية بيتكلمك هتلاحظ بيقول لك ايه ان يعني كل حاجة في مكانها يعني نظام وتردبات ان الشخصية الخضراء يقع يعني في اولى او في سلم اولوياته اهتمامه الاكبر وليس الوحيد اهتمامه الاكبر هو ايه الافكار الفكرة وكل المشاريع طلعت بفكرة بيهتمش بالقواعد لا بيهتم بس مش بالطريقة اللي بيهتم بها بيهتمش بالناس بيهتم بس مش بالطريقة الشخصية الرابعة وهي الشخصية المرتقلية اه شخصية ايه يعني يعني يميل اول حاجة عنده تقول له مثلا تقول له على فكرة يلا نعملها على هو ده اول كلمة تسمعها منك لكن لو انت كلمتوا واحد اخضر على نفس الفكرة الفكرة دي فيها كذا وفي دراسة عملت كذا وفي مش عارف ايه وابا الشخصية الزرقة لو قلت له على الفكرة دي يقول لك تابو فلن هيقول ايه يا طرح هيزعل من الكلام ده يا طرح مش عارف ايه احنا عاوزين الاربعة دول عشان تبقى حياتنا كامل لو في شخصية من الشخصية دي او طغية هيبقى عندنا مشكلة كبيرة ايه علاقة ده بقى بالتدريس والتعليم او التربية او تربية الولاد او اولادنا في البيت ان انت لازم تكون على دراية بشخصيتك انت ايه علشان ساعات هتعرف الولد ده بفكر رد عليها ليه بالطريقة دي انا متوقع يرد عليها بالطريقة انا متوقع عشان انا شخصيته بالطريقة فتوقعت ان هو يرد عليها بالطريقة ديت علشان كده حصل الكلاش لكن انت لما تعدي نفسك وتعلم نفسك ان فيه شخصية تانية بتنظر للمكان او بتنظر للشيء طريقة مش بالطريقة اللي انت بتبص لها تقوم وتتقبل ويكون عندك رحمة باللي حواليك وبنفسك لانك هتقلل الضغوطات اللي انت عملت ايه من الكلاش طلابك في الصف كلهم ازا عملنا لهم تحليل مش تحليل انا ازا عملنا لهم الاختبار بتاعة علمات الشخصية هيطلعهم لاربعة دول وكل طالب بيتعلم بطريقة مختلفة انا يعني انا معنى كده ان انا اشرح باربعة بطريقة مختلفة بتتدرب والله العزيم سهلة جدا وان شاء الله يكون في وقتين يتدربكم فيه ارجو ان يكون الشخص انا طبعا سريع جدا جدا لكن لخصترك والله التدريب بتاعة علمات الشخصية ازاي ازاي اعمله تدريب مستمع قراءة مستمرة حرص مستمرة على تطوير ذاتك رقم اتنين تعرف في حاجة ما يسمى بال في حاجات مستقبلين اكتنف فيها دايما تحسن نفسك ولا واحد في المية تخليل انت بتحسن نفسك كل يوم واحد في المية بعد نهاية السنة بتحسن تلتمية خمسة وستين في المية واحد في المية السباة عايزة تعمل شفت ما بقراش تقول انت فالس عاوز اقرأ جزء كل يوم لا اقرأ ايا كل يوم اقرأ نصف صفحة اقرأ ربع صفحة اقرأ تلت صفحة بس مستمر مستمر دائب قليل ودائب قليل ودائب ده عشان تحسن ممكن اغير مش هتغير نمط شخصيتك انت هتعرفها وهذا سينعكس على حياتك الساعة سبعة ونص فانا طبعا احنا موعدة معكم ان ساعة سبعة ونص نخلص لكن خليني سريعا دوني بس يعني ممكن اغسحة خمس داعي وهانهي ان شاء الله واصيب مكان لكن انا قلت كده لا يعني زي ما قلت هذه يعني انت مش هتطلع بعد المحاضرة دي معلم مسلا لا انت خدت رؤوس الاقلام اللي بنحطها وبعد كده بيقى فيه تدريبات وبندعوكم اليها ان شاء الله علشان نحقق هذه وناخد تفاصيل وتدريبات وتمسك الوراء العمو تعالى الرحمة في داخل الصف الدراسي او في العملية التربوية سواء في البيت او في الصف او في المدرسة او في اي مكان بتلقى القبول اللي حواليه تقبل ابنك وبنتك على ما هو هو كده شخصيته كده يتفكر بالطبع تقبله وبعد كده بيك اذا عملية القبول دي رقم واحد في انه يسمع مني اذا ما قبلتوش نفسيا هينعكس هذا في كلامك هينعكس هذا في طريقة اداءك هتنفصل عرر التواصل وده اللي احنا مش عاوزين نعمله لان مهما عمل اولاد سيدنا يعقوب معاه لم خلى قناة التواصل موجودة بقالهمش ده انتو كذبين ده الدم ده شايفين الدم ده ده الدم ده ولا ولا انتو بتستهبلو ما قالهمش لكن خلى قناة التواصل علشان في الاخر تصنص بعد كم سنة الله اعلم ترجع تاني يا ابتي هذا تأولوا رؤياي لو ما كانش عمل كده في الاول حافظ على ان يقبل هم كده يطلعوا اعملوا في اخواتهم كده تقبلوا ومعنى قبولك للشيء مش معنى رضاك عن العمل بفرق فجر جدا معنى قبولك للشخص مش معنى ان انت ترضى عن الفعل اللي عمله على السلام كم مرة اتى في شرب الخمر يقول له لا تلعنون فانه يحب الله ورسوله العمل ده اه ده لكن الشخص نفسه انا عند قبول له لان هذا هو قوته او ضعفه فباقبله واقبل نفسي اول ممكن الامبثي اللي هو التعاطف والتراحض مع الله هدوكم مثلا خدوا مثال مثلا اي من العبارات التالية تعتبر يعني اقل قبولا او اكثر قبولا للشخص اللي قدامك لو انا قلت له يا راجل جي شخصا حكالي يا راجل انت ببالغ لا 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 مشكلة مش بالطريقة مشكلة مش صعبة زي ما انت بتقول كده كم مرة احنا لابو حدى حاجانا على حاجة واحنا عملنا نفس لان انا لما قلت يا راجل انت ببالغ لا 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 عملية سهلة خالص عارفة لما انا قلت العملية سهلة عملت ايه كأنه قلت له الاحساس اللي انت حاسس بيه تجاه المشكلة ده العبارة دي فيها من السلبية ما يمكن ان يحبط الشخص اللي قدامه القبول معنى انك تسمع كده تركز في الكلام اللي بقوله قوي عمرك مخك ده وانت بتستمع الواحد ان يكون بيفكر فيه هترد ازاي عارفو المشكلة الكثير من رأس في التواصل ان لما يكون حد بيتكلمه عمالي عد هو هو التاني بيتكلم عمالي يعد الرد على الكلام عشان كده ما نسمعش بقى قوله انت سمعتني سمعت انا قلتلك ايه احنا في حيان كهيرة بس عاوزين نتكلم ولم فقوم اعمل ايه بقى انا بعد ما الشخص يخلص الكلام اللي قدامه انا اعيد صياغته يعني ايه انت لما وجوهت لما ابنك كلمك في المشكلة دي حسيت انك او لما باباكش كلمك في البطرقة ديت حسيت انك بطبان وعصابك مش عارف ايه وحسيت ان الدم بيغلي في عروقك انت مش متفق معه مش متفق معه في رد فعله انت بتقبله كما هو تلوقتي بتقبل الشخص اه فده قبول هذا القبول اذا الشخص اللي انت بيحكي لك على المشكلة او بيتعامل معك اللي رأى منك هذا دي رقم واحد في وصل العلاقة ما بيتخلوش يقطع معاك العلاقة لكن اذا انت قلت له يا رب انت مثلا ده مكرا طيب ومشهور ومعروف خلاص خليه مشهور عندك انت انا عنده انا مش مشهور ولا عنده انا هذا هو ايه موضوع القبول فيه يعني جمل كتير اه ان شاء بنشارك اه يعني بشاركو بهذا بعد اله خدوا مثلا الرقم اه رقم تلاتة يعني واحد بيقولك على رأيه في حدا او في حد معين انت بتقوله يعني يعني ياريتكو ات اقدر افهمك ان هو مش الشخص ده هل انت لما بتقبله معنى كده انك بتوافع على رأيه في الشخص ده اطلاقا انت لما بتقبل الشخص بتقبله على المستوى النفسي وبتقوله اللي انت حاسس به ده احساس انا حاسس به ايضا مش معنى ان انت متفق وهذا لا يعني انك متفق معاه في الاحساس هالكبير جدا مش معنى انت قلت له يعني انت غضبت منه علشان كذا وكذا انت بتشاركه هذا الشعور ان هو غضب فعلا عنده حق وعندهش حق دي هتيجي بعدين بس انت لازم تبني القاعدة اللي هتيجي الخطوة اللي بعدها اللي هتصلح به مش تقفل الموضوع من الاول وتيجي تصلح بعد كده ما استجيبش ليك تقوله لا كنت بقوله الصحة ما اسمعش ليه يا حبيب ما هو ما اسمعش عشان انت ما رميتش والمرة الجاية لما تشوفه على السلام نفس الحكاية يعني بيخلى اصحابه كده يعني مفيش قدامهم طريقة غير انهم يقبلوا اله الوقت سبقنا او سرقنا طيب خدوا قدامه الشخص ده صحيح ولا لأ هل هو صادق في ان الرقم الاخشاب او الاعواد اللي قدامه دي العود الخشب اللي قدامه ده صحيح ثلاثة صح كلكم بتقوله صح صح طب الشخص ده صح ولا لأ واحد اثنين ثلاثة اربعة صح تمام طيب دول مين صح فيهم حياتنا حياتنا معظمها الوقف زي دي كده انا واقف فين اكتب 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 رقم تسعة كده اه رقم تسعة كده لما بعمل تسعة انت شايف تسعة تسعة الدايرة فوق وتسعة لو عملتها كده اللي ورايا دي كم يا ولد؟ اللي ستة دي كم يا ابني؟ تسعة طب دي كم بالانجليزي طبعا انا ما كدب ناين سكس هي ناين ولا سكس واحد عشرين هنا ناين دي واجبت ده هنا كده هيقول لك سكس وده هنا شايفة سكس واجبت هنا هيقول لك ناين دول برضو تنة اربعة مواقف الحياة ودي غالبية مواقف الحياة في العمل الاسلامي في غير العمل الاسلامي ما هي الا مواقف ان احنا شايفينها بطرق مختلفة ليه؟ لان احنا بنفكر بانماط شخصية مختلفة ولو انا اطربت نفسها على اناماط الشخصية عارف الاخر فلاني والاخر فلاني بفكرة ليه بطرقيني ليه؟ ليه بطرقيني وعشان كده تأتي عمالية الاثراء تأتي عمالية الاثراء ودي في مواقف كتر جدا في السيرة فيه ليش؟ اه ارسال الرسائل استقبال الرسائل شوف يا اخوانا نلخص الموضوع اذا انت اشتغلت على نفسك علاقتك بالاخرين هاتن تكتر جدا بقول ليه؟ بس هو الاخر شوفوا بعد هذا العمر وهذا التدريبات اللي انا اخدتها ليس هناك في الدنيا ما يمكنه اذا عندك الصلابة النفسية انه يغير صلابتك النفسية ولو مش هقول سنتين اهلي من سنتين مليمتر اذا انت عندك لياقة منت الفتنس لياقة ذهنية واخدت ادوات اللياقة الذهنية شوف اللي بيروح الجيم كل يوم النهاردة مش قادر يشيل عشرة بعد ما يروح سانة مثلا يكون يشيل ميتها او اكتر ليه؟ مكانش عنده النهاردة اللي مش قادر يمشكله بسطة وكلما يحد مشكله يزعق ويغضب لما يتعلم اللياقة الذهنية الدنيا تتقيلة قدام مش معنى كده انا هيبقى يعني اسمه ايه الكلمة اللي هي ضم يعني احساسه يعني نام خالص لا بس هيبقى انفعاله الداخلي زي رسول الله صلى الله عليه وسلم كده يأتي مسلا سيدة عائشة لما خبطت الطبق بتاع السيدة عائشة انا بقى بتتأمل في موقف هل النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن بشر زي اي حد فينا وازاي انك تحميل كلنا الموقف ده كلنا عارفين انا بكلم عن الكفاءة العقلية والذهنية والنفسية رسول الله صلى الله عليه وسلم كان فيها بحيث ان هو الموقف ده ما اصرش فيه بل اتسمه غارة امك نجل نقول له واحدة اعم انت بشوف تشوف غارة امك بس هو بيعملش كده بيعدي زعق او اقل منه بيزعق عليه مع امراته ليه؟ لان هو او هي احتاجين ان هو من التدريب او الدياقة يروح الجيم النفسي المنتل اه جيم انا بقول سمي المنتل جيم ويعملو ايه انا بعتوقف هنا هو اللي باقي كله امثلة يعني ان شاء الله انا حاول تأدي امثلة وانا باتكلم ان استارد كده امثلة شوفوا يعني الماتح وهناعرف ده كله مرة الجامعة حدا صار الماتح لما حد يقول لك كلمة ازاي مسلا قبل ما تبدأ بالتعليق تقول كلمة كويسة اللي هي لو انت عندك تعليق ولكن ما تقولش اه لكن ده الكلام اللي اتقلته يعني بيسد اللي قدامك شوف انت عاوز تبني تواصل ايه ان مهمتنا في بناء قناة التواصل والحفاظ عليها مش قطعها علشان تقدر تستطيع ان انت عندما تقوم بعملية التعليم الطلاب يكون زي في الصورة المدرسة اللي عجبنا كل الطلاب يتحقق وكل الطلاب ايه متمكنين من حضرتك كده اه اه انا بكده ده كله زي ما قلتلكه اه تلخيص طبعا كان الاستماع الايجابي استماع السلبي وامثل على ده وامثل على ده فلكن انا بس عاوز انتقل الى هي طبعا الشراحة الاخرانية شوف اللغة الجسد برضو نتكلم عليها هذا الكفايات عندنا كفايات شخصية وكفايات مهنية وهذه الكفايات المهنية وبأتوقف هنا وان شاء الله ما كنش اطلت على خدراتكم وطبعا ما كن فيستو فيست كده والنسبة التعبة يعني اصطلاق الاعين والاوضب والاحاسيس والافكار ببشر كمية لكن يعني مش عند النعمة كده يعني اشكر الدكتور اشرف مشاليع يعني شكرا لنا قلب على انه اتحل هذه الفرصة لي وساعدتكم جميعا واذا عندكم اسئلة انا اهلا بكم طيب جزاك الله يا خيرين دكتور اه الفرصة على المحاضر القيمة يعني السيدة الجميلة بتاعت الشخصية يعني مفيدة لها شخصيا اه هل في اي اسئلة او تعليفات من المستمعين اه طيب اذا حد من الاخوة الحاضرين والحاضرات يشاركنا بشيء حياتي الشخصية او المعنية قد اه خرج به من محاضرة اليوم وهذا نوع من نوع بسيط جدا من الاساسم لان اللي علق في ذهنك تلوقتي ممكن تبص في النوتس لكن لكن الحاجة اللي استثارت ذهنك هتلاقيها اول ما افتح هذا السؤال يعني لانها لمست شيئا فيك كنت تعرف عنه امات الشخصية امات الشخصية اللي هي الجميلة لان احيانا الواحد ممكن يبقى رد فعلي يعني صحيح لشخصية والواحد بياخده بشكل خاطئ لانه جاهل بهذه الامات الله يعزم انت كده لخص اللي انا قدته في نقطة تانية برضو افدتني الحياة جدا فكرة ان التقبل يعني جزء من الرحمة انا ما كانش المعنى ده وارد عندي الله يكرمك فالمعنى ده اساسي ومهم واستفدت منه جزاك انا 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 تعلمت هذا الموقف في كتاب ملاحظة انا كنت ناوي افوق ازكر اسم الكتاب عندما ذكرت الكمباشن او الرحمة اه لكن حضرتك الا تعليق هذا ذكرني به كتاب اسمه بالانجليزية اسمه كومباشنومكس كومباشن اللي هي كلمة لنجزي الرحمة سي او ام بي اي اس اس اي او ان اوميكس اي سي اس اقتصادة برحمة لا استطيع لو حكيت لكم ساعتين على هذا الكتاب انا ديت محضر عليه في المسجد لو حكيت لكم ساعتين والله يعني لن اقول لكم ان انا ما فهمت مش ما فهمت انا كنت فهمت وما ارسلناك الى رحمة العالمين وازاي يعني الرحمة وكان قلب الرحيم وعافناه طبعا بتعلمنا مش عايز اقول التقليدي اللي احنا التربية الاسلامية نتعلمناه سواء في الكلية او في الله لكن بعد قراءتي هذا الكتاب يعني رحمة النبي صلى الله عليه وسلم انا وانا بقرأ هذا الكتاب واتذكر مواقف النبي صلى الله عليه وسلم هو كتاب هذا لا يلعق بالاسلام ولا بالدين هو اتنين بكاترة في السايكولوجي من جامعتين كبر جدا قعدوا عشرين سنة يعملوا تجارب على هذا الكتاب ويعني والله لم اتمالك نفسي اكثر من مرة عندما اقرأ ان هذا هو مثلا ما تفعله الصدقة هذا ما تفعله الكلمة الطيبة هذا ما تفعله ان انت تخرم الكمفورتزون بتاعك وتقوم بعمل عشان تساعد واحد تدخل البسم عليه احنا بنتصدق ربنا بقول ايه وما تفعله من خير فلن تكفروه او يوفى اليكم احنا انا مفهومة ايش وعلى النيورال باثويز وعلى الخلال العصبية التي تتولد في المخ جراء ان انت شعرت بالرحمة ان شخص محتاج وانت معاك واستطعت ان انت تديله تعود عليك النافع في الدنيا قبل الاخرى بس القراءة مش قولك يوفى اليكم في الدنيا هو يعمل فيه وخكزة هو اللقص يوفى اليكم فانت تؤمن بربنا تبقى اؤمن ان هو يوفى اليكم عندما قرأت هذا الكتاب قلت يا سبحان الله وعرفت ان الله برحمته طلب منا ان احنا نتصدق يعني كل عمل من اعمالنا لا يعود على الله بشيء احنا كنا عارفين هذا الكلام دي من السلامات الدين لو كنت على قلب الرجل واحد مؤمنين لن يزيد ولو كافرين لن يقل من دونك امال ايه الله عز وجل لو وضع السيستم ده لا يعني طلب منك تتصدق وتروح في الحج وتقوم في صناة الفجر الصبح لا لكي يعذبك ولكن لكي يعني لو اريتم واعرفتم مش عاز اقول ما اعرف لان ما اعرفه قليل جدا انا لاسته سايكولوجيست انا بقى حاول يعني والله لشكرتم الله عز وجل ليلة نهار على انه فرض الصلاة علينا مش عبء ابدا 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 ولا فرض ابدا 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 بالرحمة من الله عز وجل انه قال لي ام فصالة الفجر وتعالى خمس صلوات ليه لاني من المردود النفسي علينا انت عمرك ما هتكون حياتك نفسيا مستقرا وطلط في هذا الشخص الترانكل والمطنئن الا اذا اديته هذا ما عرفته من كتاب هذا الموضوع يعني يمثل لعلكم رأيتم الله رد فعلي كان في شوية من العاطفة لكن 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 انا يعني اريد كل الناس تعرف هذا المعلومات يلا حد تاني هتعلم شيء جديد ممكن اضيف الحاجة كمان فضلي اه فضلي كثير من المعلمات بينسوا موضوع الستيسمنت انه هو يكون في اخر كل حصة او في اخر كل يوروب يعني ممكن بيعمل كل الستراتيج اللي احنا عارفينها لكن في الاخر ينسى موضوع الستيسمنت سبحان الله الستيسمنت بيبني عليه الدرس الجديد هل محتاج اعجاب ثاني او اشرح من الدرس الجديد ولا خلاص كل الطلاب ما شاء الله استوعبوا الدرس فادخلوا في الدرس الجديد فحقيبنا الحاجات اللي احنا بننساها كتير يعني يمكن عشان متعود نفسه في تربيتنا يعني انا اتعلم واحسنتي لان انا لما اروح باك زي ما قلتلكم الخطيب اللي بيقعد يتكلم بناس في الاحاديث المشهورة وبنافس الطريقة المشهورة بيتنم منه لكن الحاديث اللي هو بيجيب حاديث عارفينه كله انه ما اللي اعملوا بنياته وبص تلاقي طرح جديد كلنا بتستطارب به كلنا مركزين معاه فانا اعرف ازاي بعمل assessment اعرف الطلاب هم وقفين هنا already عارفين هم وقفين already بقى انا منزلش تحته لانه هو هم وقفين هنا يعني المعلومات اللي قابل كده كلها الاظهار والاخفاء خطأ يبقى انا مش محتاج انا مش عاوز امشي في المنهج احتاج اغطي اللي بعده لان الدرس اللي جاي مفروض الدرس الرابع وانا لسه في الدرس التالت مش كوانتو احسنت هو حتى بيسموه يعني هي العملية التعليمية بتعمل ايه بدأ بحضر رقم واحد بدرس رقم اتنين بقيم رقم تلاتة وبعد كده بقى اعد التدريس تاني بناء على التقييم يعني انا لما قيمت بيحدد ليه التدريس اللي جاي بشكله ايه ما قدرش اقولش التدريس اللي جاي بشكله ايه الا مقيم التدريس اللي هو قابله يبقى تخطيط تعليم تقييم تعليم فالتعليم اللي قبل التقييم انا عملته التقييم وعنده التعليم اللي بعد التقييم التعليم اللي جاي بعد التقييم بيبنى على نتائج التقييم بتاعي يعني لو واحد قال لي مثلا استاذ مثلا اي حاجة الالوان مثلا لو بعات لي حتى على الالوان فانا خلاص ده رأيي من رأيي الأودينس مثلا ممكن أعيد النظر فيها الألوان أو الخطة أو بتاع لأن أنا هدف إيه أن أنا بكلمك أنا مش بكلم نفسي فإذا أنت الألوان كانت مثلا 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 أو الفونت أو الطريقة أو معلومة قبل معلومة كانت سبب في أن الطالب ما يبقاش مستريح في التعليم يعني أنا أغيرها فهناك قول بقوله إيه إذا لم نستطع أن نعلم الطلاب بطريقتنا فلنعلمهم بطريقتنا جزاكم الله خيرا سعدت بكم وإن شاء الله يعني جعل ذلك في مزال حياتكم الوقت ومقبوط وإن شاء الله تكون بداية طيبة لرحلة تعليمية وارتقاء في كم ربي جزاكم الله خير جزاكم الله خير بارك الله فيك جزاكم الله خير يا دكتور طلعت يعني ربنا جزاكم خير ويجعله في مزال فسناتك شكرا دكتور بارك فيك نستطع ان شاء الله إلى على خير إن شاء الله شكرا شكرا اشتركوا في القناة